شارك وزير التنمية المحلية محمود شعراوي في جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وافريقيا وذلك على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية والتي تعقد في مدينة كيسومو الكينية وعرض شعراوي خلال الجلسة جهود الحكومة في التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية مشيرا إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتعبعة دورية من الرئيس لاستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نهاية العام الجاري بمدينة شارم الشيخ